قريبا تذكر إلكترونية موحدة بالجزائر بين المترو التراموي النقل الحضاري إتوزا والنقل بالسككي الحديدية بسعر 50 دينار تذكر يمكن حجزها عبر الهتف ومختلف تقنيتها الحديثة باستعمال الإنترنت تذكرت المترو تذكرت التراموي تذكرت المصعد الهوائي تذكرت النقل بالسكة الحديدية الجهوية وتذكرت النقل الحضاري إتوزا ستنتج هنا في الجزائر بمكانيات جزائرية أن نستعمل تذكرة واحدة باستعمال التراموي المترو المصعد الهوائي والنقل بالسكة الحديدية الجهوية أربعين إلى ستين بالمئة هي نسبة والغش وتهرب من دفع التذاكر هو ما كشف عنه المسؤول الأول عن قطع الأشغال العمومية والنقل بجمعة الحي الذي طالب شركة أشبي تكنولوجي بإيجاد حل لهذه الأفت العالمية من خلال هذه التذاكر الجديدة في الطراموي كائن، في النقل بالسكة الحديدية كائن، في النقل الحضاري تعليل توزع كائن هي تعتبر أفع وموجودة في كل البلدان، ولكن يجب أن نحاربها نحاربها بهذه الإنجازات الجديدة، بالتذكرة هذه، وبالمراقبة يجب أن يكون موجودة في أحد والغش مقدرة الحالية ما بين 40% و60% وعن رخصة ياسيق بالتنقيطة البيومترية أكدت الحيانه سيتم إنتاجها الأسبوع المقبلة وستدخل حيزة تنفيذ في أقرب الأجالة مشيرا إلى أن الشريحة التي تحتويها جد مؤمنة ومضيفا أن تقنية المشار أو العلبة السوداء المحددة لسرعة لمدة راحة سائقية المسافة الطويلة هي قيدة دراسة الحانون الجديد فيه هذه السياقة بالتنقيط وهي سنتجها ونخرجها في الأسبوع القادمة بإمكانيات جزائرية عن طريق الشركة الجزائرية هذه الموجودة فيها حاليا حانون على الناس كل هو سيعمل على القطاع الخاص والقطاع العام عندما نوضع فيه نص تطبيق قدم الحكومة كما يصادق عليه سنوضحها في الميدان ونجهز كل الشاحنات وكل حافلات بهذا الجهاز إذن هي إجاءة ترمي العصرانة قطاع النقل والرقي بالمشمع الجزائرية إلى مصافي دول متطورة مع محاربة إرهاب الطرقات الذي أرقى السلطات العمومية